بسم الله اليوم الوصفة هي أروع دونات ممكن تعملوه بالبيت بعد عدة تجارب يعني تقريبا عملت كل الوصفات الدونات اللي بالعالم هاي أحسن وصفة جربتها وعملتها خفيفة ما بتشرب زيت أبدا مكوناتها السهلة وبسيطة يلا نبدأ نشوف المكونات عندي أربع أكواب من طحين متعدد الاستعمالات طبعا المقييس حتكون بالأكواب والملاعق المعيارية وعندي بيضتين بدرجة حرارة الغرفة وعندي 250 مل من الحليب الدافي واحد كوب وفانيلا أكيد معلقتين كبار من الخميرة رشة ملح وأربع معالق سكر وزبدة بدرجة حرارة الغرفة 100 جرام رح أبدأ أحط المكونات الجافة بالعجانة عندي ورح أضيف السكر والخميرة والملح وهلأ رح أضيف البيض عندي بيضتين رح أضيفهم ورح أحركهم شوي وأبدأ أضيف الحليب الدافي بالتدريج وأبدأ عملية العجن لحتى تلتم عندي العجينة بهذا الشكل شايفين مأحلى قوامها ماشاء الله بنص مرحلة العجن رح أضيف 100 جرام من الزبدة والزبدة بدرجة حرارة الغرفة وأكملها عجن حتى تعطيني هالقوام الناعم الحلو تقريبا بتاخد من سبعة لعشر دقايق وأخد هالنتيجة الرائعة طبعا العجينة ما تقلقوا بتكون طرية ومطاطية بهذا الشكل وبتكون كمان بتلزق يعني ما تقلقوا لما تلاقوها بتلزق ما تضيفوا مكونات ولا تنقصوا مكونات وما تخافوا المكونات مزبوطة 100% شايفين ما شاء الله العجينة رائعة هلأ رح نزلها على بورد رشيته شوي تطحين وببدأ ألم العجينة بهذا الشكل وطبعا العجينة كلما عجنتوها أكتر وعطتوها وقتها بالعجن رح تحصلوا على نتيجة رائعة أكتر يعني أعطوها وقتها بالعجن وخلوها تنعجني كتير كويس سواء على إيدكم أو بالعجانة واللي مش متوفر عندها عجانة بكل بساطة تعملها على إيدها كتير سهلة وبسيطة هلأ هيك خلصنا العجينة شوفوا ما شاء الله شو رائعة رح أتركها هلأ ترتاح شوفوا دليل أنه العجينة نعجنت كتير كويس شوفوا البابلز كيف فلش يبين بالعجينة مع أنه لسه ما خمرت بس مزرد لميتها لم هلأ رح أخذها وأحطها بصحن فيه شوية زبدة أو زيت نباتي ورح أغطيها بالنيلون وأتركها ترتاح من ساعة ونص لساعتين لأنه هلأ عنا الدنيا شوي برد ممكن بالصيف تاخد بس ساعة بعد ساعة ونص خمرت عندي العجينة هلأ رح أفردها على بورد مرشوش شوي تطحين وهون مهم جدا العجينة ما نفردها كتير لازم ارتفاعها يكون 2 سنتي تقريبا وتكون سميكة كل ما كانت سميكة رح تعطيني نتيجة أفضل وبأي غطاية عندكم بالبيت أي غطاية نظيفة على قد حبة الدونت من غط أطرافها بالطحين ومنبدأ نقطع فيها مش ضروري يكون عنا قطعت الدونت أبدا مش ضروري إحنا من البيت من أدوات المطبخ منقدر نعمل دونت بجنن عندي هذا الأمع ضروري نغط الأمع أو القطاع اللي قطعنا فيها الدونت بالطحين علشان ما يلزق معانا العجينة ماشاء الله كتير طرية وهيك أعطاني شكل الفتحة البلوسط رائعة وهم إشي ما تكون هاي الفتحة كتير كبيرة والعجينة الزايدة اللي عندي برده رح أرجع ألمها وأرجع أريحها وأرجع أشتغل فيها هلأ هاي الخطوة كتير مهمة أصصت ورق أصدير على قد حبات الدونت لو عندكم ورق زبدي أفضل أنا ورق الزبدي خالص من عندي فاستخدمت ورق الأصدير لأنه لما ينتفخوا حبات الدونت بيكونوا مليانين هوا وخفيف بشكل فما بدي أخربه أرجع ألمسه بإيدي بيكون أسهل عندي عند الألي وهيك بحافظ على شكل الدونت منفوخ ومرتب وكلهم نفس الشكل يعني في كم حبي أنا لمستهم بإيدي خرب بشكلهم فاضطريت أعمل هيك هلأ رح أتركهم يرتاحوا نص ساعة ولحتى يرتاحوا يتخمروا كمان نص ساعة رح أعمل قناش الشوكولاتة عندي 140 جرام من الشوكولاتة الغامقة ومعها شوي من الشوكولاتة الفاتحة وعندي كمان 120 جرام من الشوكولاتة البيضة رح أضيف لكل نوع شوكولاتة ربع كوب من الكريمة كريمة الخفئ وتقدروا تزودوا الكريمة كمان شوي لو بتحبوا أنا هيك بالنسبة اللي كتير مناسب بحب الشوكولاتة تكون يعني تقيلة ومتماسكة أكتر هلأ رح أدوبهم بحمام مائي لو بتحبوا تدوبوهم بمايكروويف ما في مشكلة أبدا هيك عندي صار جاهز قناش الشوكولاتة رح أعمل جليز السكر السكر الناعم عندي كوب نص من السكر البودرة الناعم رح أضيف تقريبا 3 معالق لأربع معالق حليب جليز السكر لازم نكون حذرين من إضافة الحليب لأنه إذا حطينا حليب زيادة رح يصير عندنا سائل كتير وما يتماسك معانا على الدونات فأنا هون الكمية كفتني تقريبا من 3 لأربع معالق حليب سائل كانت كفاية وممتازة هلأ عندي الدونات صار جاهز تخمر رح أبدأ مرحلة الألي مهم جدا بمرحلة الألي يكون الزيت متوسط الحرارة وأقل من متوسط الحرارة بشوي رح أنزل حبات الدونات وأبدأ أحركهم بهذا الشكل مهم جدا الزيت ما يكون حامي إذا كان الزيت حامي رح يخرب لنا الدونات كله بمعلقة رح أاخد الزيت وأضيف فوق حبات الدونات بهذا الشكل لحتى تعطيني هالانتفاخ الرائع اللي بجنن هاي الخطوة جدا مهمة شوفوا ما شاء الله كيف بلشت حبات الدونات تنتفخ على نار هادي جدا شايفين النار أبدا مش حامية انتبهوا لهاي النقطة وبس ياخدوا اللون الدهبي رح أقلبهم ومرحلة القلب مهمة جدا أو التحريك بالعود الخشبي ما تحركوا بملقط أو بمعلقة أو شي لأنه هتخربوا شكلهم وبس ياخدوا اللون الدهبي الحلو اللي أنتو بتحبوا أنا بحب هذا اللون لو بتحبوا أقل حسب راحتكم بطلعهم على ورق تنشيف المطبخ لكلينيكس مباشرة شوفوا ما شاء الله جمال اللون والله ما بقدر أوصف لكم قديش خفيفة لما تجربوها رح تعرفوا أنا شو عم بحكي عن جد بتجنن أحلى دونات ممكن تعملوها بالبيت هلأ مباشرة رح أبدأ أغطس الدونات بقناش الشوكولاتة البيضة ورح أغطسها كمان بقناش الشوكولاتة الغامقة ورح أحطها بصينية طبعا لو مش متوفر عندكم الشبك أنا مش متوفر عندي الشبك فحطيتهم بصينية لو عندكم شبك أفضل وكمان بغطس حبات الدونات بالجليز وكمان بحطهم نفس الشي بصينية أو ممكن أحطهم بسكر وقرفي زي ما أنا عملت هون طبعا تزيني الدونات برجع حسب زوقكم وهون أنا زينت شوي لوتس وكمان سبرينجلز بتقدروا تزينوا شو ما بتحبوا شرائح لوز فستق حلبي جوز الهند أي شيء أنتوا بتحبوا وطبعا ضروري ومهم أنه نزين لما تكون الشوكولاتة لسه ما تماسكت يعني أول ما نطلعها من القناش على طول نزينها وهي لسه مش متماسكة علشان لسبرينجلز أو أي شيء نحط عليه يتماسك معها وهيك صار الدونات عندي جاهز والكمية اللي ذكرتها بالفيديو بتعملي تقريبا 14 حبة والمقادير رح أذكرهم كلهم تحت الفيديو ولتزموا بكل الأشياء البسيطة اللي حكيتها لأنها رح تفرق معكم بالنتيجة شايفين ما شاء الله دونات بالبيت نفس دونات المحلات ويمكن كمان قطيب شوي عن جد رح تعجبكم كتير هالوصفة رائعة بكل معنى الكلمة شوفوا هاي الحبة المطعوجة شوي هاي أنا مسكتها بإيدي فعشان هيك بحكي لكم حطوه فوق ورق زبدة أو أصدير وهاي الدونات من الداخل رائعة بكل معنى الكلمة شوفوا مشار بزيت نهائيا وهيك خلصت وصفتنا لليوم إن شاء الله يارب تكون عجبتكم لا تنسوا لو عجبكم الفيديو تدعموا بلايك ولو لسه مو مشتركين بقناتي تشتركوا فعلوا زر الجرس لحتى يوصلكم كل شي جديد بنزل على القناة وألقاكم إن شاء الله بفيديو جديد